موسيقى موسيقى اللهم صلي على محمد وقالي محمد بالشدة يمر اسمك مثل الهوى ويمر دوى بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآله أطيبين طهرين اللهم صلي وسلم على محمد وآله محمد السلام عليكم مشاهدين أينما كنتم ورحمة الله تعالى وبركاته ها نحن نلتقي معكم في هذه الحلقات التي تكون تحت عوان يفرحون لفرحنا اليوم إن شاء الله سنكون في رحاب مولانا الإمام جعفر صادق صلوات الله وسلامه عليه ونحن نعيش ذكرى ولادته المفرحة في قلوب جميع الموالين في مشارق الأرض ومغاربها ذلك أكيد نرفع أسمى آيات التهاني إلى مقام مولانا الحج عجل الله تعالى فرجه وسهل مخرجه وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الساعين والمسارعين في قضاء حوائجه من أنصاره وعوانه والممتثلين لأمره بإذن الله تعالى أكيد هذه التهاني إلى مراجعنا العظام إلى الأمة الإسلامية جمعة إذن إخوتي أخواتي في هذه الحلقة إن شاء الله التي عنونت تحت هذا العنوان وهذا المحور العام وهو شذرات من حياة مولانا الإمام أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه لا شك ولا ريب أن الحديث عن فضائل ومناقب وصفات ومعارف وعلوم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم والتوقف عد أدوارهم الإلهية عد مواقفهم الرسالية في الساحة الإسلامية جمعاء يعني هو مقام عظيم وممكن أن يبلغه أو يرقى إليه أي إنسان مهما بلغ من العلم والمعرفة وأكيد لا يحط عليه أي كاتب مؤرخ أديب مهما أوتي حظاً من البراعة في الأسلوب الرصين البيان البديع الحلاوة في التعبير أكيد ترجمت شخصية لامعة من شخصيات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تحديداً مولانا أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه والتوقف عد ملامح صورة واقع حال مولانا الإمام الصادق وما كان له من أرث على المستوى الديني العلمي الأخلاقي يعني فعلاً يضم جملة سامية من التساؤلات التي تقف عد مفاصل مهمة في حياة مولانا الإمام الصادق روحي وأرواحنا جميعاً لهم الفداء ذلك واقعاً أكيد ممكن أن نصف الحديث عنه لو أردنا أن نتوقف عد هذه الشاذرات إن شاء الله بتوفيق من الباري عز وجل في هذه الحلقة الخاصة بهذه الذكرى العزيزة في قلوب شيعة محمد وآل محمد اللهم صلي وسلم على محمد وآل محمد فعلاً بالإمكان وصفه أنه بحث على المستوى الأخلاقي الديني العقائدي هذاك عنوان عام وأكيد فيه من التفاصيل ما فيه اليوم إن شاء الله بمعية الحضور الكريم مع الدكتورة إن شاء الله نسرين علي الجلاوي وهي تدريسية جامعة الزهراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أيامكم الدكتورة وعليكم السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين نهنئ العالم الإسلامي بالذكرى ومناسبة ولادة الإمام أبا عبد الله جعفر الصادق عليه أوذر الصلاة والسلام أحسنتم وأيضاً الحضور من هذه فلّة طيبة من بناتنا وطالباتنا في جامعة الزهراء عليه السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أيامكم إن شاء الله نعم إذن إن شاء الله مع هذه الأثلة الطيبة إن شاء الله ونتحدث في رحاب مولانا الإمام الصادق وقدر الإمكان بتوفيق من الله سبحانه وتعالى أن نأخذ شذرات من حياة مولانا الإمام أبي عبدالله الصادق عليه السلام بالبداية دكتورة نسرين كتوطأ في الحديث نتوقف عد مفاصل هي تكون الإطار العام في حديثنا هذا العتبة الأولى في الحديث توقف عد تأريخ ولادة مولانا الإمام الصادق عليه السلام مكان ولادته والظروف التي أحاطت تحديدا بفترة الولادة نعم مولد الإمام جعفر الصادق عليه السلام في يوم السابع عشر من ربيع الأول سنة ثلاثة وثمانة للهجرة في المدينة في مدينة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام كان لمولده ويوم مولده يوم سعيد وفرح لأهل البيت سلام الله عليهم لهذه الولادة الميمونة السعيدة نعم طيب نحن نتحدث عن تفاصيل من ولادته ومن نشئته المباركة كما دخل وتوطأ في حلقتنا لهذا اليوم ما تأثير والده صلوات الله وسلامه عليه وهم البقرة العلم بقرة في نشأة شخصيته عن مستوى العلمي بحيث بينت ملامحها العائدة إلى مولان الباقر بذات التفاصيل في وقته نعم أكيد تربى الإمام جعفر الصادق في بيت بيت العلم بيت الفقه بيت العبادة بيت النور والهداية والده الإمام الباقر عليه السلام وقيل الباقر يعني معناه من بقر العلم أي شقه وأظهره ووالدته هي فاطمة بنت القاسم بنت بن محمد بن أبي بكر هذه السيدة لقبت بأنفر وكانت إنسانة جليلة عابدة فاضلة تقية عابدة ذكرها الإمام نفسه الإمام الصادق قال والدتي تقية فاضلة عابدة كانت تمتلك من العلم والفقه والسمات تؤهلها أن تكون والدة لهذا الإمام سلامه contra installed NHS نعم دكتورا نتريب ، نحن من خلال هذا الحديث والدخول وentar و付ف quotation الآن أو الذكير التي أذكر في الغابت من باب التأكيد أو التذكير أن حرًا ربط صلى الله وسلم profoundly هذا في الأول السابع عشر من الرابع حرًا وولئه السنة الثمانين وقيل 83 حرًا حرًا كم ستشهد سنة الأسض literature سنة م happened to theirst of the улиц أقريبا أ jewe grows على الـ in 1965 65 نعم مدة الإمامة تقريبا يعني هذه فترة تحديدا انتقال كان هناك فراغ سياسي انتقال من الحكم الأموي إلى الحكم العباسي ما صلوات الله وسلامه عليه ما نشره من العلوم من المعارف من تتلمذ على يديه صراحة على المستوى العلمي والدين والأخلاق الإزدهار اللي حصل كان لافت للانتباه وكان يعني فعلا يستحق التوقف ونتحدث عن تفاصيل هذه الفترة تحديدا واللي أسست الكثير من القواعد اللي فيما بعد احنا نعيش في ظلالها ما تميز به مولانا الإمام الصادق عليه السلام نكران للذات التواضع اللي كان عنده صراحة عبادة ورعا أسلوب في العبادة تحديدا احنا لو توقفنا الآن عد شدرة من هذه الشدرات من عبادة من علاقتة بالباري عز وجل من أسلوب في هذه العبادة واللي أكيد كان فيه وجهة عريضة هكذا يعني تصدر للمسلمين حتى يحذون حظوه تفضل نعم أكيد الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام كان له خزين من العلوم جميع العلوم من الفقه من علوم الكلام الحديث الفقه الفلسفة الطب جميع العلوم كان الإمام الصادق عليه السلام يمتلكها وأسس المدرسة مدرسة مدرسة الإمام الصادق سميت مدرسة إمام الصادق وهذه المدرسة تتلمذ على يديه قيلة تقول الرواة أنه أكثر من أربعة آلاف تنميذ تتلمذ على يد الإمام الصادق عليه السلام على مستوى أكثر من العلوم التي مختلفة بصورها من تتلمذ على يد مولانا الإمام الصادق عليه السلام في كافة المستويات دكتور مثل ما تفضلتي جابر بن حيان الذي اشتهر بعلم الكيميا كان أحد تلامذة الإمام جعفر الصادق سلوات الله نعم محمد بن مسلم كان خصوص الكلام أو الحديث أو الفقه كثير من هشام بن الحكم كان اختص بعلوم الكلام والحديث كثير كثير من التلامذة اللي أسماؤهم لمعت بالعالم هم كان يعني تلامذة عند الإمام سلام الله عن إمام جعفر الصادق كان داره هو مدرسة للعلم كان مسجد رسول الله مسجد جده رسول الله هي مدرسة وحلقات للعلم بحيث كان هذا المسجد يضم عدة حلقات حلقة تضم يتدارسون أمور الفقه حلقة لأمور الطب حلقة يعني كثير الرياضيات الفلسفة الأدب نعم طيب دكتور نسري إن شاء الله نحن مستمرين بالحديث وياكم في شدرات من حياة مولانا الإمام الصادق صلى الله وسلامه عليه إن شاء الله طالباتنا وبناتنا اليوم أيضا يشاركون بالحديث إذا كان لكم سؤال ولادته الطيبة فضلوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نهنكم ونهن العالم الإسلامي أجمع بذكرة ولادة الإمام السؤال لهذا لحضرتكم لهذا اليوم لماذا أسمي الإمام في جعفر الصادق عليه السلام أحسنتم أحسنتم إذا إن شاء الله نتحدث عن سبب هذه التسمية فضلية نعم سبب تسمية الإمام الصادق هو يعني اسمه أبا يعني لقبه وكنيته الإمام أبا عبد الله الجعفر وكنية بي الصادق هذه الكنية حسب الروايات التي ذكرت إنه كناه بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل ما ذكرنا إنه روايات عديدة ومن يعني من عدة مختلف الرواة إنه ذكروا الرسول عليه الصلاة والسلام يصرح لأكثر من مرة إنه سيولد لي ابن وللإمام وعرف به وعرف به بأنه يسمى الصادق جعفر الصادق فهذه التسمية هي أصلها ومؤنبعها من الرسول عليه أفضل صلاة والسلام إذن هذه التسمية جاءت بهذه الصفة يعني بهذا اللقب الصادق وفي الاسم الكامل ذكر على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله قبل أن نذهب إلى يعني منطقة أخرى بالحديث في شدرة أخرى من شدرات حياة مولانا الأمام الصادق عليه السلام احنا دخلنا بمدخل النشوء والتربية اليوم يعني دكتورة نسرين ومن موقع عملكم اليوم وأنتوا علم نفس تربوي تخصصكم وأكيد يعني صراحة ما تتخصصون بعمر معين لابد أنه حسب يعني مراحل عمرينا حتى على مستوى التدريس من بداية عمر الفارد إلى أن يصل إلى المراهقة إلى أن يصل إلى الشباب ما بعدها ما قبلها وكثير من التفاصل اليوم نعيش في وقتنا نحن في كل إمام مرعلينا من أمتنا صلى الله وسلامه عليه يعني تحديداً بالولادة نتحدث عن نشوء كيف كان في صغر مثلاً ما الذي يتعلمه أهمية ما يتلقفه من الآخرين على مستوى الوالدين أو حتى الأرحام وحتى في أجواء البيت اليوم نعيش في وقتنا ونتمنى أنه أكيد رسالة من حاضرة تشوى حسب رأيكم وما يعني تتعرضو له أو ما تشاهدو تطلعون عليه حسب عملكم ما أثر النشوء في حياة الفرد المسلم اليوم هنا اليوم هناك من ينادي بأنه فقط أوصل لعتبة التكليف يلا أنا مثلاً أفهم ابني بالحق الواجب بالحكم الشرعي بنتي كذلك فإن شاء الله اليوم كرسالة هكذا توجه ببلورة الفكرة اللي حضرتك الآن حتى تفضلين بها فيما يخص أنه كيف أربي ابني على احترام الحكم الشرعي وبالتالي تطبيقه أسمع من حضرتك إن شاء الله الإجابة فيما يخص هذا الموضوع لكن بعد أن نذهب إلى هذه الباقة من التهاني بمناسبة ذكرى ولادة مولانا الإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام نهن صاحب العصر والزمان ومراجعنا العظام والأمة الإسلامية بالولادة الميمونة للإمام الصادق عليه أبد الله الصلاة والسلام ولابد مثل هذه الأيام نأخذ شيء عن الإمام الصادق من أقواله وهو يقول كونوا دعاة الناس بغير ألسنتكم ليروا منكم الاجتهاد والورعة والصدق نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد عليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير والبركة ويجعل هذا البلد آمن ببركة الصلاة على محمد وعلى محمد نبارك الأمة الإسلامية ومراجعتنا العظيمة بمناسبة ولادة الإمام جعفر الصادق عليه السلام آملين أن يكون العراق في مسعى الحرية والسلام إن شاء الله الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين نهنئ الأمة الإسلامية جمعاء وإمامنا الحجة المنتظر ومراجعنا العظام بولادة الإمام جعفر الصادق عليه السلام ونبتهل إلى الله في هذا اليوم وفي هذه الولادة الميمونة لإمامنا استاذ المذاهب الإسلامية إمامنا جعفر الصادق عليه السلام أن يمن على الأمة الإسلامية بالصحة والسلامة هو القبول إن شاء الله نبارك للأمة الإسلامية جمعا بولادة الإمام جعفر الصادق عليه السلام ونبارك إلى إمامنا الموعود الإمام المهدي بهذه ولادة العاطرة ونتمنين من الله سبحانه وتعالى أن يمنع على جميع المسلمين في جميع وقاع العالم بالخير والبركة وأن نسير بمسيرة إمامنا وقائدنا الإمام جعفر الصادق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نهنئ الإمام الحج المنتظر عجل الله فرجه الشريف ونهنئ مراجعنا العظام ونهنئ العالم الإسلامي بولادة الإمام الصادق عليه السلام مرة أخرى حياكم الله مشاهدين أينما كنتم في هذه الحلقة الخاصة بمناسبة ذكرى ولادة مولانا الإمام أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه وحديثنا مستمر في شدرات من حياة مولانا الإمام الصادق عليه السلام مع الدكتورة نسرين الجيلاوي من جامعة الزهرة عليه السلام وأيضا من طالبات جامعة الزهرة عليه السلام مرة أخرى حياكم الله دكتورة وأسعد الله أيامكم أهو السلام توقفنا قبل ما نذهب إلى هذا الفاصل وإلى هذه الباقة من التهان يعد رسالة اللي نيوجهها اليوم لأولياء الأمور في تربيتهم وأبنائهم قبل سن التكليف حتى يهيئوهم ويروضوهم حتى بداية يحترمون الحكم الشرعي وبالتالي يعني يطبقون الحكم الشرعي بقناعة وبإيمان بحيث أنا أضمن ماكو ردة فعل تكون فيما بعد عكسي طبعا أكيد يقع العبء الكبير تربية الطفل وتنشئته على الوالدين الطفل منذ بداية نعوم أفارقاني أعلمه أو أصل للتعاليم الصحيحة الأحكام الشرعية من هو وطفل يعني مو أنا أقول مثلا سنة يعني حدود هاي الخمس سنين الأولى من عمر الطفل هاي تكون هاي السنين كلش مهمة وكلش أساسية بناء الطفل بناء شخصيته بناء العقيدة الإسلامية الأحكام أبيل الصح من الخطأ هذا الحلال هذا حرام بطريقة صحيحة بطريقة سليمة من هذا الطفل أخذ هذه التعاليم من الوالدين ما يحتاج بعد يأخذ تعاليم من خارج هذه حد العائلة يعني التعاليم الإسلامية من أنا أوصلها الإبني أو أوصلها البنتي قبل سنة تكليف مثل ما تفضلتي أنا الطالبة عفوا الطفلة أفهمها نعم أعرفها شمو تكليفها تكليفها الشرعي من وسطة السنة القانونية أنه رح تتكلف رح تكون عليها صلاة واجبة الحجاب واجب يعني مرحلة قبل التكليف مهمة جدا يعني مختيارية جدا مهمة وجدا أساسية وهي أساس لبناء شخصية هذا الطفل أحسنتم صراحة يعني دكتورة كثير من الأسئلة والتساؤلات في ذهني اليوم وأتمنى أطرحها حسب ما مسموح لي من وقت في حلقتنا الخاصة إن شاء الله أذهب إلى منطقة أخرى أو إلى شذرة أخرى من شذرات حياة مولانا الإمام الصادق عليه السلام تحديدا نتوقف عد علمه ومن تتلمذ على يده قبل قليل مرت على الموضوع ومن نشر الأحكام الشرعية نشر العلوم نشر المعارف إلى يومنا نعيش ظلالها صراحة ونعيش هذا التاريخ ونفتخر به وكون أنه ننتسب إليه فمولانا الإمام الصادق عليه السلام وهو القائل سلوني قبل أن تفقدوني فإنه لا يحدثكم أحد بعدي بمثل حديثي هذه الكلمة أو المقولة ما قالها الأمير المؤمنين عليه السلام فلو توقفنا عد علم الإمام وكيف أوصل هذا العلم وما وصلنا اليوم وإحنا اليوم كواجبنا مسؤوليتنا تجاه هذا العلم كيف يكون ما موقفنا لو أردنا هكذا في حالة إعراض محلي من هذا العلم أنا اليوم ما هو مسؤوليتي تجاه هذا العلم الذي وصل إلي أنا فقط أبقى أفتخر أن يكون إلي موقع معين ويكون إلي دور فاعل في قبال هذا العلم وما هو دوري فيه تحديداً شكل حقيقي واقعي تفضلي نعم دورنا ودور الشباب إنه هذا العلم اللي إحنا نهلنا أخذناه من المصدر مصدر التشريع الإسلامي من رسول الله من أهل البيت سلام الله عليهم من أخذنا هذه التعاليم يعني أكيد لازم شنو بالدرجة الأولى أن نطبق هذه التعاليم نأخذه بشكل صحيح نتعلمها بشكل صحيح وبعدياً نطبقها بحياتنا أحسنت أنا مو بس أنا أدرس أو درست بالجامعة أخذت علوم أخذت يعني ثقافة هاي الثقافة إذا ماني أطبقها بحياتي يعني الطالبة مثلاً هسة طالبة بالجامعة إذا ما تعرف التعاليم أو الحكم الشرعي اللي واجب عليها كالحجاب أطبق تعاليم الحجاب يعني قدوتها السيدة فاطمة الزهراء السيدة زينب عليه السلام نحن نأخذ ثقافتهم من أنا أجي أخذ هذه ثقافة ثقافة الحجاب بطريقة صحيحة وأجي أطبق مو فقط أنا أحط العباية ألبسها وأنا ما أعرف هذا شنو الحلال شنو الحرام شنو الواجب الشرعي شنو الحدود الشرعية الكافين وقرص الواجب من أنا العباية شكل العباية أنه تكون أحسنتم هذا فيما يخص علم معين طيب اليوم أنتوا على المستوى نعم بقية المستويات على المستوى العلمي مثلاً اليوم نحن ذكرنا قبل قليل أنه كانت هناك حلقات جامعة الإمام الصادق عليه السلام كيف كان كيف تتلمذ على يديه كانت هناك كثير من الطرائق لهذه التدريس للتعليم لأن يتلقفوا منه تلك التعاليم تلك العنوم حتى وصلت إلى يومنا هذا اليوم هذه الطرق لو أردنا أن نسقطها على واقعنا اليوم عن مستوى المؤسسات التعليمية التربوية منها جامعة الزهراء عليه السلام حتى أحبب الطالب بالعلم حتى أجعله يفهم يؤمن بهذه الفكرة وبالتالي هو يتعلمه وبالتالي هو مو فقط يعني يدرسها حتى يحصل على نتيجة أو مثلاً تقدير معين هو يطمح له لا أنا هذه المعلومة أصبحت لي علقة خاصة بهذه المعلومة بحيث أنا حتى بعد أن أغادر هذه المرحلة وهذه المنطقة أنها عالقة في ذهني نستطيع أن نصل إلى هذا الحال اليوم ونحن نعيش في عصر التكنولوجيا والسرعة وبضغط الزر تصل للمعلومة جاهزة نعم أكيد الطالبات وخاصة طالبات جامعة الزهراء المناسبات إمكانت وفيات أو ولادات أهل البيت نعم التعاليم دائماً توجيهات يعيشون هاي الأجواء الإسلامية الأجواء تكون تدفعهم أو تحفزهم تفجر طاقاتهم يعني ما يكون كثير من الطالبات نشوف يعني بالبداية السنة الأولى يحبون أو يحبون عندهم مبادرات شي بسيط من شافوا أنه الجامعة توجهات الجامعة توجهات يعني كلها تحفيز للطالبة المؤمنة المسلمة لمستوا هذا الأمر عدة طالبات بشكل يعني بداعة عدهم يعني فالشيء جميل جداً الحمد لله وفقين إن شاء الله توجهاتهم يعني ثقافتهم الإسلامية أكو بعض الطالبات عدهم ابتداء يعني شغلات أو معلومات ما واضحة بالبداية ما واضحة عدهم يعني خلال الدراسة وشافوا الطالبات وياهم صراحة دكسورة أحنا أثرنا هذا الموضوع لعلاقة بحلقتنا اليوم فيه وإحنا نتحدث عن علم الإمام الصادق وما أسسهم الطرائق تدريس وتعليم صراحة وفي ذات الوقت نحن نعيش أزمة علاقة الطالب اليوم بالمعلومة العلمية على كافة المستويات صراحة أنه لا ترهن لا ترهن بأنه أنا حتى أحصل تقدير أو درجة أو تحصيل معين لا أبد أنا لابد أن تكون عندي علقة بهذه المعلومات نسمع منكم إن شاء الله ونتوقف عد هذه الشذرة المباركة إن شاء الله بعد أن نتحول على طالباتنا اليوم وبناثق لحضرويانا إن شاء الله في هذه الحلقة أكيد دعتكم أسئلة تدور في ذهنكم في حلقتنا لهذا اليوم وتفضلوا لتحب تشارك السلام عليكم أسعد الله وقاتكم ونبارك لكم بولادة الإمام جعفر الصادق عليه السلام أحسنتم نريد نستثمر هذه الحلقة الخاصة بولادة الإمام لمعرفة بعض المعلومات وسؤال موجه إلى الدكتورة ما هو مذهب الإمام الصادق عليه السلام أحسنتم أحسنتم سؤال طيفة فضلين مذهب الإمام الصادق هو طبعا أكيد المذهب الجعفري المذهب الجعفري سمي بمذهب الجعفري في زمن الإمام صلى الله عليه تعددت المذاهب الحنبلي والجعفري والمالكي يعني أدت مذاهب هذا نسأل لي كيف تعددت هذه المذاهب لأن الطرق التي أخذوا منها الناس العلوم اختلفت يعني كل جهة أو كل جماعة اتخذت في الطريقة معينة وسميت بشخص يعني قائد هذه الجماعة أو مؤسس هذه الجماعة فكان الإمام السلام الله الإمام الصادق هو مؤسس مدرسة المدرسة الجعفرية أحسنتم المدرسة يعني ذات الطالبات هذه ليست مدرسة يعني مثل ما يقول مدرسة صفوف وكراسي هي تأسست بهذا الاسم في وقتها نعم تمييزاً عنها تمييزاً لشيعة الشيعة والموالين لمذهب أهل البيت عليهم السلام السلام نعم واللي انتسب إلها من كافة العلوم هو انتسب لهذا الاسم للمدرسة الجعفرية نعم التعريف أو يعني كأنوان المذهب مذهب الإمام جعفر الصادق المذهب الجعفري أحسنتم هي عرفت بالمدرسة دكتورة نعم عرفت بكلمة المدرسة بهذا المصطلح المدرسة الجعفرية أو المذهب الجعفري أحسنتم نعم المذهب الجعفري المذهب هو لأنه الإمام سلام الله عليه آراءه أفكاره التعاليم الإسلامية تعاليم الرسول عليه الصلاة والسلام أهل البيت لذلك سمي بالمذهب الجعفري تمييزاً عن المذاهب الأخرى التي ظهرت في ذلك الحين وذلك الزمان هناك خصوصية في الفترة التي عاشها أو عاصر بها الحكام في وقت مولانا الإمام الصادق عليه السلام فإنها خصوصية من ناحية الإزدهار من ناحية هناك فرصة صراحة وطبعاً هذه إليها فد أسباب أسباب سياسية أسباب يعني كانت بداية سياسية في التأثير يعني أو بالبداية أنه سقوط الدولة الأموية والانتقال أو ضعف الدولة العباسيين هذه الفترة سقوط هذه الدولة الأموية وبروز وانشغالهم وانشغالهم بنشغلهم طبعاً بالكراسي وبالحكم وبيصفون بالدولة الأموية دولة العباسيين هذه الفترة قد مساحة للإمام أنه ينشر تعاليم أهل البيت يظهر العلوم هذه يعني الله سبحانه وتعالى طاها هذه الفترة كأنما هذا يعني صار في ازدهار وإبراز للعلم فكان هذه المدرسة مدرسة الإمام جعفر الصادق إلحفة خصوصية من الله سبحانه وتعالى بالازدهار يعني فترة انتعاش ديني عقائدي أخلاقي علمي أحسنتم إحنا تقريبا يعني الآن في هكذا محاضرة كما في قاعاتكم اليوم في جامعة الزهرة عليه السلام فأيضا إذا كان هناك سؤال آخر تحبون توجهوا في ذهلكم يجور عن الإمام الصادق طبعا للعلم كنا إن شاء الله مشتركين بالأجر اللي تسأل إلها أجر أكيد فضلوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتبركين بولادة صادق أهل البيت عليهم السلام حسنتم اسمي عرف طالبة في جامعة الزهراء قسم تقنيات التخدير أهلا سهلا قال الإمام الصادق عليه السلام إن أيام سائر الإمام الحسين لا تعد من آجالهم أحسنتم ولاحظت العديد من الروايات والأحاديث حول أهمية سيارة الإمام الحسين لو أمكنه التكلم يعني المروية عن الإمام الصادق عليه السلام هذا قصدكم أحسنتم نعم لو أمكن التكلم أحسنتم أحسنتم على هذه المداخلة فعلا كثير من الأحاديث زيارة الإمام الحسين لو توقفنا عن هذه الشدرة هكذا على عجال موربيهة فضالي نعم طبعا روايات كثيرة أكدت على زيارة الإمام hè الحسين عليه السلام قبر الإمام الحسين من يعني بداية من الإمام السجاد عليه السلام الإمام الباقر ولكن التأكيد تأكيد الإمام الصادق وفي ذكرى ومناسبة أولادته نذكر أنه روايات كثيرة أكدت إنه الإمام الصادق عليه السلام أكد على زيارة جده الإمام الحسين عليه السلام روايات كثيرة يضمن الجنة لزائر الحسين يضمن الجنة وإنه اللي يظرف دمعة قدر شو نحن نقول جناح بعوضة أكد على البكاء على مسيبة الإمام الحسين نعم إذا ظرفت عينه دمعة واحدة يضمن له الجنة وشفاعة رسول الله اللي يبكي يبكي على مصاب الحسين عليه السلام من بكى وأبكى على مصاب جدية الحسين عليه السلام له الأجر فروايات كثيرة لا حصرة لها على تأكيد على زيارة قبر الإمام الحسين عليه السلام صلى الله عليه وسلم هذه نحن كم مسؤولية تتجاهها طبعا أنا صراحة بالتساؤلات اللي أثاروها الطالباتنا اليوم هي حالة صحية أنه هكذا نتوقف خصوصا في حياتنا إما ما بعد أصحاب الكساء عليهم أبضل وصلاة والسلام يعني عندما نتوقف عند حياتهم هكذا نتوحر في حياتهم نعم في هذا الوقت المتاح أنه إن شاء الله أكيد هذه حالة صحية يعني يوم البنات اليوم اللي ثاروا أيضا فيما يخص الحديث عن الإمام الصادق يعني هذه بواكير خير تبشر بالأمل يعني أنه فعلا نتوقف عند الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم نحن نتوحر في حياتهم خصوصا ما وصل إلينا وأتحدث يعني بالتحديد بعد الخمسة أصحاب الكساء فعلا نحتاج جهد نتوقف عند حيات كل إمام من الأئمة بعد وقعة الطف تحديدا يعني من الإمام السجاد إلى مولانا الإمام الحجة عجر الله تعالى فرجه الشريف فموضوعة أنه اليوم هذه الإثارة من الأخت أعراف حول موضوعة زيارة الإمام الحسين وكثير من الأحاديث اللي تركز على البكاء على الإمام الحسين وزيارة الإمام الحسين على لسان مولانا الإمام الصادق وكيف أنهم يعني فعلا موضوع إحياء أمر أهل البيت والتوقف أجهبه المصيبة في عصر كل إمام من الأئمة والتركيز على ما مر على مولانا أبي الأحرار صلوات الله وسلامه عليه ونحن نرفل بأزي خدمته إن شاء الله ودوام هذه النعمة علينا وعليكم فبإذن الله تعالى مثل ما ذكرت هو حالة صحية خصوصا لطالبات في هذا الأمر مع كل هذه الانشغالات للعيشة اليوم لكن عندما نثير أو تثير هكذا أسئلة تكون مدعاة فعلا للاهتمام واللعجة في ذات الوقت طبعا دكتور النسري إن شاء الله أيضا لنا محطة أخرى نتوقف فيها في شدر أخرى من شدرات حياة مولانا الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه مع حضرتش ومع طالباتنا لكن بعد أن نذهب إلى هذه الباقة الطيبة من تهاني الموالين لمحمد وعلي محمد بمناسبة ذكرى ولادة مولانا أبي عبد الله الصادق عليه السلام يقول له ما يوم روض الوفى من الورد أحمد للمشى بخير وسعى واجب علي أحمد حبه ودادي حبه ودادي النبينا المصطفى أحمد واجب علي أحمد خليك صبية الدهر ويزيد ضيمة علي ما عفن أحب الوصي وابقى بولاية علي بستان حيدر زهها كنظر الزهرة واللي يذبل زهر ماهم من الزهرة اللي الموتصيح بحزن مظلومة يلزهرة حب الزيتية عمل ما يصح مثل حسن وعروقي ما يلوف من نهر ودها حسن عدي يا مرة من ولد مثل الإمام الحسن الحنظة لبودهم عسل يشفافي بيه الأحسين بحب آل طاهر تقي منه أحسن الأحسين هنيالك المنصبح خادم صديق الحسين اللي يضدهم هلك لو عمره ظل سجاد الشيعتهم أنا فرشد جفن النظر سجاد ومنك خذية الصبر يا سيد السجاد بصبر العلي الاعترف وك يا زمن باقر عهد الصبح للملأ بين العلم بين الملأ باقر أرسل سلام النبي لمحمد الباقر أهل الضشر نهجهم صادق كل قول هما بزلل كل قول هم صادق نبارك ثانية للعالم الإسلامي والأمة الإسلامية جمعا ولا صاحب العصر الزمان بولادة جعفر بن محمد الصادق والصلاة والسلام على أشرف المنسين محمد صلى الله عليه وآله وسلم نرفع أسكى آلات التهاني والتبركات إلى سيدي ومولاي الصاحب العصر والزمان الروحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء والأمة الإسلامية ومراجعنا العظام وشيعة علي بن أبي طالب بذكرى ولادة الإمام الصادق سلام الله عليه سألنا المولى عز وجل أن يحفظنا ويحفظ العراق والعراقين والأمة الإسلامية بحق محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين بمهن العالم الإسلام ومراجعنا العظام بسيد ومولاي الصاحب الزوان بولادة سيد ومولاي جحفر الصادق عليه السلام وأسأل الله تعالى أن يعني الأمن والأمان على الشعب العراقي حياكم الله مرة أخرى مشاهدين أينما كنتم في حلقتنا الخاصة من هذه المناسبة العظيمة والعزيزة في قلوب شيعة محمد وآل محمد اللهم صلي وسلم على محمد وآل محمد بعنوان شذرات من حياة مولانا الإمام الصادق عليه السلام أكيد كل عام وكل الموالين بألف خير وبركة بإذن الله تعالى والثبات على ولاية ومحبة محمد وآل محمد اللهم صلي وسلم على محمد وآل محمد مرة أخرى أكيد أرحب بي الحضور الكريم من دكتورة نسرين وأيضا طالباتنا العزيزات اللي شرفونا في هذه الحلقة ونحن نتحدث عن شذرات من حياة مولانا الإمام الصادق صلى الله وسلامه عليه قدنا من شذر إلى أخرى من ولاة إلى علم إلى الطريقة التي اتبعها في التعليم والتدريس وتأسيس مدرسة جعفرية ومثل ما توقف معدها مع الإثارات المهمة صراحة اللي ثاروها بناتنا اليوم اللي حضروا ليانا في هذه الحلقة الآن توقفت قضية مهمة نحن اليوم نعيشها وفي مرحلة التهيئة للنصرة لنصرة محمد وآل محمد وصراحة كلها من اليوم في مشروع الأسرة بشكل عام وكيف تخرج فردا صالحا ينصر محمدا وآل محمد اللهم صلي وسلم على محمد وآل محمد كيف من الممكن؟ تحتاج بداية توفيقنا الباري عز وجل في موضوعة التربية المهمة صراحة واللي فعلا إحنا في كل شذرة من الشذرات اللي مرنا عليها دكتور نسرين يعني ما غادرنا ما غادرنا هذا الجانب جانب التربية صراحة إذن ما أهميته هذا الجانب هو في كل زمن أكيد لكن في زمننا اليوم نعيش بتحديات كثيرة فولي الأمر يصبح الآن أمام مسؤولية كبيرة صراحة بداية عاصر ما موجود من أمور مستحدثة من جديد في وقتنا لأن اليوم الكثير ينادي أنا عندي مسافة بينه بين ابني أنا إذا أبني ما أخذ كلامي فما ممكن أنا مثلا يأخذ مني الحكم الشرعي أو ما ممكن أنني مثلا أنطي معلومة معينة عن الإمام الفلاني مثلا خصوصا أن أردت أن أهيئة نصرة إمام زمانة وهو مولانا المهدي عجل الله تعالى قرجه الشريف إذن القضية المهدوية أخذت حيزة كبيرا في ساحة المفكرين في ساحة الباحثين خصوصا أن هناك من أراد يعني أن يشكك بهذا الموضوع سواء من قبل المسلمين أو غيرهم صراحة فلذلك كان قبال ذلك لا بد أن يكون هناك في هذه الساحة تحديدا هناك من يتحض هذه الدسائس من يصدى لها من الموالين أكيد حتى قدر الإمكان يتوقف على هذه القضية ويبين العقيدة المهدوية بكل تفاصيلها دور الإمام الصادق عليه السلام في تبيان هذا المفصل المهم فيما يخص بالعقيدة بالإمام المهدي صلى الله وسلم وخصوصا أنه خصوصية ما عشناه عن غير من الأئمة ومن عاصر الأئمة أنه نحن نعيش في إمام زمان غائب فبالتالي ما يكون عندنا الارتباط المباشر في تصرفنا إن كان صحيح سليم أو غير سليم مثلا إمامنا غائب فالآن نحن في امتحان صراحة صعب وما يجتاز هذا الامتحان أكيد لتوفيقنا الله سبحانه وتعالى لأنه نحن الآن نهيئ نفسنا لأن يظهر إمامنا الغائب ويكون إن شاء الله من الناصرين له بإذن الله تعالى مولانا الإمام الصادق ودورة في تبيان هذه العقيدة في تبيان قضية مولانا الإمام المهدي بأنه سيأتي زمان يكون الإمام إمام العصر غائب وأنتم مكلفون في ذات الوقت لنصرتي تفضلوا نعم أكيد دور أهل البيت سلام الله عليهم هذا الدور دور التنشئة دور التعليم دور نشر الدين دور تثقيف الشيعة والموالين والمسلمين بشكل عام دور الإمام الصادق كان التوعية والإصلاح وتثقيف المجتمع ككل بشكل عام والشيعة أو الموالين هذا بشكل خاص هذا الدور اللي قام بالإمام الصادق عليه السلام واللي بلغه يعني كان دائما من خلال التلامذة من خلال الرواة من خلال أصحابه المرافقين كان يتحدث فيها بصراحة دكتور نسري نعم أكيد نعم أكيد في ذاك نحن مثل ما ذكرنا بوقت الإمام الصادق كان أكو فتحرية فتحرية للخواص فقط أم للجميع نعم كان فقط مو فقط للخواص بالعكس كان هناك فسحة ومجال كان دائما ليش انتشر هذا الإمام أو مذهب الجعفري يعني إذا أحد يسأل ليش انتشر ليش أخذ هذه المساحة لأن في هذه الفترة الإمام كان ينطي مطلق الحرية يعني كان اللي ما عنده ثقافة أو ما عنده الفهم ما عنده المعلومات الصحيحة يواجهه أبو يعني شون نقول يجلسون على طاولة واحدة اللي ما عنده مثلا ثقافة أهل البيت ما عنده العلم يجلس ويستفسر ويسأل الإمام يسمع منه أكو محاججة أكو مناظرة واللوايات تذكر أنه كثير من المناظرات أو كثير المحاورات والأسئلة والأجوبة بين الإمام وبين كثير من الجهات الأخرى مو فقط يعني السنة والشيعة وغير المسلمين يجلسون مع الإمام يأخذون أو يعني يسألون السؤال يأخذون أجوبة اللي يتفيدهم وكثير من اللي حاور الإمام اهتدى لمذهب البيت سلام الله عليهم واهتدى للمذهب الإسلامي لو عقبنا على هذه التفصيلة أو الجزئية الأخيرة اللي بكرتها حضرتك الآن معناه أنه كيف كان يتمتع الإمام الصادق عليه السلام نحن باللغة بشخصية مؤثرة ونحن اليوم ندينا شخصيات مؤثرة شخصيات المؤثرة على مواقع التواصل شخصيات المؤثرة اليوم التي تجد بالانتباع مؤثرة والتي اليوم هكذا هناك من يهتف بها وإنال أكثر متابعين أو أكثر اليوم شخصية مؤثرة وما هي الصفات التي تحوزها لازم وليه المفروض أن تجمحها هذه الشخصية المؤثرة حتى تأثر لكن بالوجه السليمة أكيد كلها توصل المعلومة الصحيحة إلى دور كبير هذا الذي ينشر هذه التعاليم أو عند هذه المفاهيم أو عند المعلومات الصحيحة واجب علي أن ينشرها بشكل صحيح لأن شبابنا بحاجة إلى معلومة صحيحة أحسنتم يعني عندهم هواي أكو علامة استفهام يعني أكو هواي أسئلة عندهم يدون يسئلوها يخافون يسئلوها يترددون أحسنتم ومن يسئلون يعني الشخص المقابل يطيهم المعلومة كون تكون معلومة صحيحة إذن إحنا واجبنا إذا إحنا بجامعة أو إحنا كي منسئولين يعني آباء أو أولياء أمور واجبنا شلون نوصل المعلومة الصحيحة على المدهد الشاب لأفكارة الحرف أحسنتم أحسنتم لي أخذ فد معلومات غير صحيحة من غير جهات وبعدين يؤدي به إلى انحرافات أحسنتم أحسنتم المناظرات التي نقرأها في سفر أهل البيت صلى الله عليه وسلم تحديدا بولانا الإمام الصادق تتحدث أو تفعلها به الجنبة كيف تكون مؤثر ما هي نقاط التأثير التي حائز عليها في شخصيتك حتى تستطيع متأثيرها أهم شيء يجب أن يمتلك المعلومات الصحيحة يتعلم ويثقف الثقافة الصحيحة على ما يقدر يؤدي أحسنتم ليس أي معلومة معلومة ناقصة نعم نحن بالبداية نوهنا أنه ليصارت الاختلافات بالمذاهب لأن الناس اختلفوا بطلب هذه المعلومات أو اختلفوا يعني يتقبلون المعلومات مو بشكل صحيح أو بطلق مختلف لذلك تعددت المذاهب طبعا أكيد ويعني اليوم طالباتنا يتبقون ويانا بهذه النقطة أنه اليوم الجميع يبحث أن يكون شخصية مؤثرة يتأثر بالآخر لكن يتأثر بالوجهة الصحيحة فأكيد عندما نعود إلى تاريخ أهل البيت عليهم أفضل والصلاة والسلام وبهذه القراءة الجديدة أكيد سنرى من نقاط التأثير المهمة اللي بالإمكان الجميع يحوزها على مستوى الرجل أو المرأة حتى يكون مؤثر بالوجهة السليمة إن شاء الله بالآخرين وبإذن الله توفقون لهكذا أمر إذا عدتكم سؤال بناتنا أيضا في هذه الحلقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام نمني أدعانا بولادة الإمام جعفر الصادق أنا الطالبة حنين سؤالي اللي هو كيف نحتفل بولادة الإمام جعفر الصادق أحسنتم أحسنتم حنين دكتور نسرين كمان نعلم كل الدول كل الحضارات كل الأديان كل الثقافات هويتها تكون بأنه عندما تحتفل بيوم معين عندما يكون لها مناسبة معينة صراحة أثارت موضوعة مهمة هكذا كتوارد يعني أفكار في بالي كانت سابقا فهي تعبر عن هوية هذه الحضارة هوية هذا انتماء انتماءنا للدين انتماءنا القومية انتماءنا للغة انتماءنا لوطننا مثلا فمنها ورقم واحد هو الدين اليوم إحنا كحضارة إسلامية نتحدث بها وبتفاصيلها احتفالنا يعني احتفالنا على مناسبات ويعني شهادة الأئمة أو على مستوى ولادات موثيات والولادات ببط تأثير هي تعبر عن هوية الإنسان هو لمن ينتمي وكيفية احتفاله هكذا الصيغة الصحيحة والملائمة والتي تبيض الوجه أمام مولانا الحج عليه الله صلاته والسلام في احتفالنا بولادات أجداد صلواته الله وسلم كيف تكون نعم طبعا أكيد ولادة الإمام جعفر الصادق تزامن ويا ولادة الرسول عليه أفضل صلاة والسلام هذه الولادة الميمونة وبهذه المناسبة الشباب وأولادنا نوصل لهم الفكرة نوصل لهم فكرة أنه هذا الاحتفال من احنا نحتفل بولادة أهل البيت السلام الله عليهم هذا إحياء للدين إحياء لمراسيم وذكرة هذه المناسبات الجميلة العطرة يعني أنا بالبيت أسوي كيكة يجي مثلا ابني هذا شنو بنتي أقول هذا اليوم عندنا وعندنا احتفال احتمال هذه التفاصيل مهمة لابد تذكر في البيت وتذكر في أماكن أخرى أكيد أشعل الشمعة أحضر كيكة حلويات أسوي جو مناسبة جميل أفهمة أوصل لأنه الاحتفال شنو هذا الاحتفال إلي فد ذكرى بعقل هذا الطفل يكبر وينشع على هاي التربية بطريقة ما تخرجنا عن منطقات الحكم الشرعي نعم بحيث هذه المناسبات إحنا هي هاي المناسبات إذا كانت وفيات أو مناسبة ذكرى أو يعني الولادات عليهم السلام خلال السنة تلاحظين أنه دائما يعني خلال الأشهر أشهر المتعاقبة على مدار هاي السنة تخلي هذا المؤمن هذا المسلم هذا الشيعي الموالي دائما هو يعني عند هاي الأحياءات أحيو أمرنا رحم الله من أحياء أمرنا رحم الله من أحياء أمرنا فهذا الأحياء شبابنا من أحياء شعون ليش أخليهم نشأ إنه يحتفل بهاي الاحتفالات الغربية إذن دكتور نسرين موضوع أنه يحرص ولي الأمر على أن يحضر ابن أو ابنت اليوم في محفل أو مجلس يذكر فيه أهل البي صلوات الله وسلامه عليهم لنكتب إن شاء الله من الذين يفرحون لفرحهم ويحزنون لحزنهم صلوات الله وسلامه عليهم أمر جداً مهم وله من الأثر الوضعي ما له للمستقبل حتى يكون إلى درع وتحصين من أي تيار فكري ظال أو مضل ولي نعيش إحنا اليوم هذه التحديات فعلاً بالجملة نعيشها يعني هناك ما نشعر بها في وقتها يعني في بدايتها وهناك ما نشعر بها متأخرين صراحة وتحتاج إلى إعادة نظر في الكثير من التفاصيل طبعاً إن شاء الله أيضاً أعطي فرصة أخرى لبناتنا اليوم وطالباتنا اللي يشرفوننا في هذه الحلقة من جامعة السيدة زهرة عليه السلام إذا كان عدكم أيضاً سؤالي خص الإمام الصادق السلام عليكم نهن العالم الإسلامي أجمع بولادة الإمام جعفر الصادق عليه السلام سؤالي للدكتورة على مود بقاء وإن شاء الله أكثر جانب قضاء حوائج الناس ما هي الوصاية والأحاديث اللي يقولها الإمام جعفر الصادق على قضاء حوائج الناس وأهمية أحسنتم أحسنتم شكراً جزيلاً شكراً على هذه المداخلة نعم دكتورة نسرين وفيما تبقى لدينا من وقت في هذه الحلقة الخاصة من آثار الإمام الصادق عليه السلام فيما يخص قضاء حاجة الإنسان المؤمن التي فيها ما فيها من الخير لمن يوفق لقضاء الحوائج تفضلي نعم طبعاً هناك روايات كثيرة في هذا الخصوص الإمام الصادق عليه السلام عند رواية أنه يحث على مساعدة الآخرين على قضاء حوائجهم عند رواية فمن مشى في قضاء حاجة أخيه المسلم كتبت له ألف ألف درجة ومحى عنه ألف ألف سيئة ورفعت له ألف ألف درجة هذا مذهب أهل البيت صلى الله عليه مذهب الإمام الصادق يحث على مساعدة الآخرين على الإيثار على المحبة على المساعدة مذهبه مذهب الإصلاح إصلاح الأمة يعني مو فقط نقول أهل البيت عبادة صلاة وصوم العبادات هي العلم طلب العلم هي عبادة أطلب العلم ساعد الآخرين إرشاد تنبيه الظال يعني أنا مثلا أنا موقعي كطالبة بالجامعة يعني أستاذنكم دكتور نسري الثقافة وقضاء الحوائج موجودة على تكومبيناتكم أكيد في كثير من التفاصيل نعم كثير يعني أنا أشوف تلمسون هذا في واقعهم نعم أساعدها أقضي حاجتها يعني نقول كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا نعم فأنا إذا أمثل المذهب الشيعي المذهب الجعفري ويعني أتصرف ويعني أقتبس من علمهم من ثقافتهم أتخلق بأخلاقهم رح أكون زين لهم أطبق هذه هذه مسؤولية يعني من يقول أنا مذهبي جعفري من يقول أنا أنتمي لمحمد وآل محمد اللهم صلي وسلم على محمد وآل محمد مفقط كلام هذا تترتب عليه مسؤولية وتفاصيل كثيرة فيكون أمامها مسؤول فيما بعد فهذه الآن يثقفوا لها تحديدا في هذه الأعمار يعني في هذه المرحلة تحديدا وأكيد مثل ما ذكرت في بداية الحلقة أسست الكثير من الأفكار المتعلقة بمولانا الإمام الصادق في هكذا أمر حتى اللي مرين عليها في أثناء الحلقة فيما يخص علومهم أسست لفكرة من أسس لهذا العلم من أسس لذاك العلم أو غيرها في كل قسم من أقسامكم أكيد وركزتوا عليها أحسنتم يعني الطالبات خلال دراستهم مو فقط ثقافة أكاديمية دراسة أحسنتم ثقافة ثقافة عامة يدرسون مثلا ثقافة أو أحد المفكرين الغربيين أعود إلى أساسهم أرجعوا إلى أساس يعني يدرسون مثلا جابر بن حيان أقولهم هذا جابر بن حيان كان تنميذ من تلامذة الإمام جحفر الصادق أحسنتم أنطيهم نشاط أقولهم أبحثوا أنطوني يعني عن أخلاق الإمام الصادق عن علوم الإمام الصادق موفقين يكتبون هذا البحث الصغير لهم درجة يتحفزون يدخلون على مصادر يعني من يجون يجبون مصادر يقولهم هو يستفادينا إنه عرفنا أكو أشياء غايبة علينا أو ما نجنا متنبهين لها هذا تطبيق لأنتي من فما ذكرنا قبل قليل فيما يحوص أساسيستي هذه الفكرة دكتورة نسرين علي الجيلاوي التدريسية في جامعة الزهرة عليه السلام تخصص علم نفس التربوي كل التقدير والاحترام والشكر والإمتنان لتعاون شيانا صراحة في هذه الحلقة موفقا بعملكم الله يكتب لكم بسداد إن شاء الله في خطواتكم الله يبرك أشياء قليلة قدمة لمولانا وسيدنا الإمام جعفر الصادق ولي إن شاء الله ذخروا ذخيرة لنا جميعا ما تحدثنا عن في الحال مصادق عليه السلام أحسنتم أكيد كل التوفيق لبناتنا وطالباتنا في جامعة الزهراء عليه السلام ما ننسى نية في القلب إنه كل عملنا اليوم وكل ما نسعى الحصول عليه على مستوى تخصصنا وشهاداتنا يكون في خدمة محمد وآل محمد اللهم صلي وسلم على محمد وآل محمد إلى هنا إخوتي أخواتي نصل إلى ختام هذه الحلقة الخاصة التي كانت ضمن فضاءات على المستوى العقائدي والأخلاقي والديني والأكاديمي في شدرات من حياة الإمام الصادق عليه السلام تهانينا لكل الموالين في مشارق الأرض ومغاربها في أمان الكل اللهم صلي على محمد وآل محمد بالشدة يمر اسمك مثل الهواء ويمر دوا بوسط الجري اشتركوا في القناة